عداء مع التعليم ومع كل من يحملون لواءه وإفراغ للمؤسسات الجامعية من قيمها وتقاليدها المتراكمة منذ عقود هكذا بات الوضع في جامعة صنعاء بعد سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة أفرغت الجامعة من مضمونها كما يقول أكاديميون وتراجعت درجة التعليم أمام جندة ميليشيا الحوثي التي غيرت منظومة ومؤسسات التعليم الجامعي من خلال تعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات من الموالين لهم وفصل كل من لا يؤيد الجماعة في جديد الانتهاكات التي طالت عملية التعليم أقدمت ميليشيا الحوثي على فصل أكثر من مئة أكاديمي من الجامعة وتسريحهم من عملهم وبحسب وثائق تداولها ناشطون فقد أصدر رئيس الجامعة أحمد دغار المعين من قبل الحوثيين قرارا بفصل مئة وسبعة عشر أكاديميا وأستاذا جامعيا ازدادت أوضاع التعليم الجامعي سوءا بعد إيقاف الرواتب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات وهو ما قوبل بحركة رفض واحتجاجات من الموظفين واجهها الحوثيون بالاعتداء والاختطاف ومن أهم مظاهر استهداف المؤسسة التعليمية الاستيلاء على المناصب القيادية في الجامعة من خلال تثبيت مؤيدين لميليشيا الحوثي في هذه المناصب وإنشاء لجان ثورية في المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى تخصيص 20% من المقاعد الدراسية في كليات الجامعة لعناصر الميليشيات الذين يقاتلون في الجبهات لا يتوقف تدهور التعليم الجامعي عند الاعتقالات والاعتداءات المتكررة فقد اتجه العديد من الأساتذة الجامعيين للعمل في مهن يدوية لسد حاجاتهم الأساسية تدمير ممنهج للتعليم الجامعي وانتهاكات عديدة يتعرض لها الطلاب والأساتذة في جامعة صنعاء ومن طالب بتحسين الوضع التعليمي أو طالب بأدنى حقوقه مثل الراتب يعد في نظر الحوثيين نصيرا للعدو وبالتالي توجب الاعتداء عليه وتضيع حقوقه